مقرر الكيميا العضوية Organic Chemistry شطر 5 البنزين والمركبات الأروماطية الجزء الثاني من Substitute Effect بناخد أمثلة على القعدة اللي قلناها المحاضرة اللي فاتت للمجموعات المانحة للإلكترونات والمجموعات الساحبة للإلكترونات وتأثيرها على نشاط الحلقة وتوجهها إلى المواقع المختلفة من حلقة البنزين المثال الأول الطلوين الطلوين اللي هو حلقة بنزين رابط معاها CH3 أو مجموعة ألكايل المجموعة دي Electron Donating Group نبص نلاقي بعض الكتب عملاها إن فيه سهم رايح من CH3 إلى حلقة البنزين وبما إنها Electron Donating Group يبقى نشاط الحلقة المفروض هيزيد الطلوين react faster than benzene in all Electrophilic Substitutions يعني الطلوين بيتفاعل بشكل أسرع من البنزين في كل تفاعلات Electrophilic Substitution ليه؟ لأن مجموعة الميسايل CH3 is Electron Donating Group وبتعمل نشاط للحلقة ويه بتعمل ايه أهم حاجة؟ بتوجه لأورسو وبارا بوزيشنز بيسموها أورسو اندبارا دايريكتور لو جينا عملنا تفاعل نايتريشن للطلوين هيكون أورسو نايترو طلوين يبقى عملنا أول استبدال في موقع أورسو والاستبدال الثاني في الموقع بارا ويه مش هنلاقي هنا كون عندي خالص الميتا نايترو طلوين ما ينفعش يتكون ليه؟ لأن مجموعة الميسايل بتوجه في المواقع أورسو وبارا المثال الثاني النيترو بنزين النيترو بنزين دوة من مجموعة النيترو من المجموعات الساحبة للإلكترونات واللي بتضعف نشاط الحلقة أو بتقلل نشاط حلقة البنزين غير كده كمان هي بتوجه في الموقع ميتا طيب لما نيجي نعمل تفاعل ليه النيترو بنزين بنقول أن سرعة النيتريشن مثلا تفاعل النيتريشن للنيترو بنزين بتبقى واحد على عشر تلاف من سرعة النيتريشن بتاعة البنزين يبقى سرعة النيتريشن للنيترو بنزين واحد على عشر تلاف من سرعة النيتريشن بتاعة البنزين يعني النيتريشن بتاعة البنزين أسرع بكتير جدا أسرع عشر تلاف مرة من النيتريشن بتاعة النيترو بنزين ثانيا هي بتوجه في الموقع ميتا يعني النيتريشن بتاع النيترو بنزين بتوجه المجموعة الجديدة بتاعة النيترو إلى الموقع ميتا